الى ميدان السبعين بصنعات تدفق اليمنيون للمشاركة في جمعة الغضب والتضامن مع فلسطين تنديدا بالمجازر الاسرائيلية في غزة نحن علاءة بالجهوزية والاستعداد ان شاء الله حسب توجيهات القيادة السورية والقيادة السياسية مستنفرين ومنطلقين في سبيل الله ان شاء الله نحن مستعدون ان ننطلق مئات الالاف لا يتردد بل الملايين من هذا الشعب هم اهل غزة اهل كرامة مستعدون ان يضحوا بانفسهم المشاركون اكدوا المضي في تحركاتهم اسنادا ونصرة لغزة والمقاومة على الرغم من الحصار والحارب ومواجهة المخططات الامريكية والغربية في المنطقة وقفنا لن يتغير مهما كانت التهديدات ومهما كانت المؤامرات وان دفعوا بالمرتزقة وان دفعوا بالخونة لشن غارات او حروب او تفعيل للجابهات للحيلولة دون وقوفنا الى جار من الشعب الفلسطيني هذا لن ينفع ولن يجدي واقام اليمنيون صلاة الغائب على ارواح الشهداء في فلسطين مؤكدين استمرار حالة الاستنفار والتعبئة لرفض المقاومة للخروج لاداء صلاة الجمعة وصلاة الغائب على ارواح الشهداء في فلسطين المحتلة هو يعني يقف ويعلن تضامنه الكامل وتأييده المبارك لعملية طوفان الاقصى وتضامنه مع شعب فلسطين ودعت الحملة الوطنية لنصرة الاقصى بصنعاء الى جمع الادوية والتبرعات والضغط لفتح معبر رفاح وادخالها الى غزة الشعب اليمني في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي بتفاعلهم ومشاركتهم الجماهيرية المتواصلة في نصرة القضية مع الاستعداد للتصعيد في خطة المواجهة ضد اسرائيل رغم ما يواجهه اليمن من تحديات الحرب والحصار احمد محمد زبيب صنعاء الميادين